موسيقى تتواصل الأحداث المأساوية في مخيم اليارموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا بعد أن سيطر تنظيم داعش على أكثر من 80% من مساحة المخيم الذي يقطنه حاليا ما يقارب 20 ألف فلسطيني هذا الوقع الدفع بالقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني للأبتصام في رمالة احتجاجا على تقصير منظمة التحرير إذا ما يحدث في اليرموك ولمناشدة العالم التدخل العاجل هناك تقصير وضعف سلبي وهناك انقسامات فاضحة وهذه الانقسامات داخل المخيم هي التي تسبب الوضع الذي نعيشه اليوم وهناك استباحة تامة للفلسطينيين والآن كل العالم يجب أن يتضافر لإنقاذ شعبنا في اليرموك اللي تعرض للويلات على مدار الأربع سنوات الماضية المطلوب من نظمة التحييو التي ما نزال نقول أنها المواثر الشععي والوحيد للشعب الفلسطيني المطلوب منهم أنه يدافع عن شعبنا في مخيم اليوموك أن يتفاوضوا مع النظام أن يفتح المخيم أن يفتح طويق آمن للمدنيين وليترك المسلحين داخل المخيم مش مشكلة يتآتروا مع بعضهم المخيم أهل المخيم من البداية طالبوا بتحييض المخيم أهل المخيم من البداية قالوا أننا نستقبل كل النازحين واللاجئين واستقبلوهم لكن منظمة التحرير في المقابل أكدت أنها تقوم بسلسلة من الاتصالات المكثفة مع عدة أطراف عربية ودولية وإنسانية لإنقاذ المخيم من المأساة مؤكدة ضرورة عدم زج الفلسطينيين بالأحداث الجارية في سوريا يعني لا أعتقد أن هناك تخصير فصائل منظمة التحرير الفلسطينية تجتمع على مدار الساعة في دمشق وهناك اتصالات تجري مقبل الرئيس ومقبل المنظمة على كل الأصيادة من أجل توفير كما قلت الحماية لشعبنا الفلسطيني وحقنا الدماء الفلسطيني وعدم استغلال هذا الوقف من خلال الزج بالشعبنا الفلسطيني في أطول معركة الجارية في سوريا ونزح أكثر من 160 ألف لاجئ من المخيم منذ بدء الأزمة السورية قبل نحو أربعة أعوام في وقت يتخوف الكثيرون من أن يلقى المخيم مصير المخيمات الفلسطينية الأخرى كمخيم درعا في سوريا وعين الحلوى في لبنان للتلفزيون وطن فارس المالكي اشتركوا في القناة